اخطر عبارة الها عن سيطرة التكنولوجيا على الانسان بين قسين وبقولها تاني واكتبوها يا مين مع محمدي اكتبوها يا جماعة حطوها على الصفحة اكتبوها بين قسين اشرحوها للناس اهو بيقول يتم استغلال معلوماتنا الشخصية للسيطرة علينا او التلاعب بنا وتغيير سلوكياتنا وانتهاك حقوقنا الانسانية وتقويد المؤسسات الديمقراطية فاختياراتنا تنتزع منا دون علمنا بيقول ودعك من الامين العامل المتحدة الى وضع اطر تنظيمية قوية لتغيير نمازج الاعمال لشركات التواصل الاجتماعي التي بمقصينه تستفيد من الخوارزميات التي تعطي الاولوية للادمان والغضب والقلق على حساب السلامة العامة ده كلام الامين العام بالامر المتحدة واخترح انشاء متق رقمي عالمي يجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاتفاق على المبادئ الاساسية التي يقوم عليها التعاون الرقمي العالمي وقال لعايزين نعمل مدونة سلوك لانهاء جائحة المعلومات المضللة والحرب على العلم وتعزيز النزاهة في المعلومات العامة واخر حاجة قالها نقوس الخطر تراجع السلام العالمي وقال انه النقاط الساخنة اللي فوق دي في الدول العربية عندنا قضية فلسطين وقضية سوريا وقضية السودان وقضية اليمن وقال العالم صغير جدا بالنسبة لعديد من النقاط الساخنة وعلى العالم الانتر دا 2020 دا الامين العام للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر